طيب لو فيه اخطاء يتم النصح بيها للمشاهد وهو بيقدم ما يعملهاش فيه التقديم لان حضرتك قلت ممكن من الاسباب اللي بتخنيها في عدم القبول للولد او للبنت هي فكرة اخطاء في التقديم ايه اهم الاخطاء او الاخطاء المشتركة اللي ممكن كذا وليه امر يعملها ويقع فيها طبعا الاخطاء المشتركة مثلا بيان الدرجات في الاشبال لو الطالب مش جاي بتسعين طب انا بقدم له ليه او انت متطلبش مني ان انا اخده لان احنا حطين شرط حاكم في هذا الامر طيب بيان القيد انا لازم الطالب يقوم مقيد في المدرسة احنا بنعرض على الشاشة مع حضرتك ومع سيدة المشاهدين برضو هي فكرة طريقة التقديم مزبوط ازاي على الموقع نفسه مزبوط احنا كمان بنعمل فيديوهات بنسهل على اولادنا وعلى اولياء الامور انه ازاي يسجلوا وازاي يسجلوا بالشكل الصحيح وبنقول لهم المحاذير دي علشان ما يقعوش فيها وبنقول لهم خليكم معانا وقت التسجيل ولو حسيت ان انت في وقت التسجيل سجلت حاجة غلط الغي التسجيل وسجل تاني في خلال فترة التسجيل مش هتتحسب عليك سجل مرة واثنين وثلاثة بس لو قفل التسجيل مش هقدر اتلقى منك ورقتين بيان القيد مهم جدا افاندم يعني هم مثلا بيروح المدرسة بيطلب منه بيقوله هات بيان القيد للمدرسة فبيكتب انه هو في الصف الخامس الابتدائي طب فانهي سنة لو ما كتبتش السنة الدراسية اللي فيها الطالب طب انا كده مش هقدر اتأكد ويبقى عندي عملية حوكمة لهذا الامر فبيان القيد مهم جدا الاقرار وده طبعا مستند مهم جدا لو احنا تركنا الموضوع بدون رابط وبدون نظام انه الطالب لو مالتزمشي وانقطع عن التدريب فجأة بدون اسباب مقنعة يبقى احنا كده بنرمي الفلوس في الارض هل في شرط الوليه الامر يعني لازم يكون الاب مثلا الاب او الام يقدروا يوقعوا الاقرار مع ابنهم ويقدروا يقدموا بطاقة الرقم القاوم الخاصة بيهم ويتم التحقق منها ويبقى تمام الاب او الام سؤال تاني لو نفرض ان الاب مصري تمام والام مش مصري تمام بس في نفس الوقت الاب مش موجود في حياة الولد او البنت ساعاتها بيتم التعامل ازاي طالما شهادة الميلاد بتفيد ان الطالب مصري والطالبة مصرية على طول بناخده لان ده شرط حاكم برضه طبعا اصد دي اسئلة احنا بنلاقيها في الشارع تمام ممكن تلاقيها كده حد يقولك اصدنا مش مصرية بس الاب مش موجود لا 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 بيتم قبوله تمام الحاجة الوحيدة يمكن اللي في الموضوع ده انه هو يكون عايش برا ان الطالب مش موجود في مصر هو طبعا فيه دبعا ابنائنا في الخارج على عيننا وعلى راسنا وكل حاجة ولكن احنا بنقولهم انتو مش تستفيدوا بالبرنامج لانه كده البرنامج هتحول جلسات افتراضية فقط طب لو بيجي قضي الاجازة في الصيف طب والجلسات وقت الدراسة نعمل فيها ايه خمس جلسات تطبيقية متواصلة مفيش برنامج منفصل في الصيف فيه برنامج منفصل في الصيف عامل ناس سنة اللي فاتت وما كانش فيه شرط ده لانه موجود هو موجود في الصيف لكن في بعض الاوقات طبعا فترة الصيف بيبقى لو الاب بيشتغل برة ممكن الام تاخد ولادها وتسافر فبالتالي مبقاش موجود في الصيف برضو فده يمكن الحاجة اللي يعني الناس يزعلنين مننا شوية ولكن بنقول لهم يعني برضو لازم تحطوا نفسكم مكان احنا بنعملين منهجية محددة وعايزين لولاد تستفاد يعني انا لفت نظري برضو حالتك بتتكلم ان احنا بنتكلم في كل محافظات مصر ده شيء لازم نقف عليه طبعا يمكن احنا كنا لسه بنتكلم في مقدمة الحلقة ان فيه كانت محافظات طاردة للسكان صحيح ان انا عشان اطور شخصيتي واطور نفسي لازم اروح للمركزية لازم اروح للمحافظات المركزية عشان هي دي اللي فيها كل التطور صحيح طيب ازاي فكرة التوازن في المحافظات المصرية بشكل فيه عدالة جغرافية نقدر نقول كده ان اي طالب في اي محافظة في مصر يقدر ان هو يبقى موجود في البرنامج احنا عندنا برضو تعليمات جاية لنا من سيادة الوزير انه ما ينفعش ان احنا نرفض اي محافظة فيه ناس كتير جدا كانوا بيقولوا اه طب المحافظات الحدودية احنا ما فيش حاجة اسمها عندنا حدودية وغير حدودية احنا عندنا مراكز تدريب متخصصة موجودة في كل المحافظات وكمان بتستعين في بعض الاوقات بالمدارس الخاصة انها ممكن تفتح ابوابها لتنفيذ الجلسات التطبيقية في هذه المدارس فبالتالي احنا عندنا في العريش عندنا في جنوب سينة عندنا في مطروح عندنا في اسكندري عندنا في كل مكان يتواجد فيه الطلاب الراغبون فيه الالتحاق اهلا بيكم ما عندناش مشكلة يعني ما بنقولش مثلا فيه كوتة مثلا محددة للمحافظات لا اي حد بيتقدم بينطبق على الشروط بيقدر لو فيه اختبارات قبول بيتم انتقاؤه بيها وينجح في هذه الاختبارات بيتم قبوله وحتى بنعمل الامتداد لهذه المراكز بناء على الاستعاب يعني مثلا قبل التسجيل بيبتدي الناس بتسألنا طب هو انتم موجودين في الحتة الفلونية ما بدرش نجاوب على السؤال ده قبل ما الناس تخلص تسجيل علشان حتى لو في القاهرة لو انا عندي حي معين فيه كثافة من الطلاب عايزين نفتح لهم مركز تدريب بنبدأ نلجأ ان احنا ندور على مركز تدريب ونفتحه في هذه المنطقة عشان الولد ما ينتقلش حتى اكتر من 10-15 كيلو بين مثلا بيته والمركز ده يعني عندنا قاعدة برضو ما فيش سفر من محافظة اخرى انت في محافظتك لو انت في سكندرية يعني حضراتكم بتعملوا ايه في الحضور الفعلي لبعض الطلاب في محافظات اخرى بيجي القاهرة لا في محافظته فيه في محافظته ما يسافرش ده قاعدة في مركز في مركز في كل المحافظات عظيم اه يعني لما ذكرت ان في 27 محافظة مش معناه ان هما موجودين وبيسافروا لا 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 انا يعني فكرة الافتراضي والانلاين صحيح الافتراضي طبعا الميزة فيه بقى هنا ان انا ممكن ابقاعد في جلسة انا انا في سكندرية وزميلي في اسوان صحيح وبتاع اسكندرية هيفضل في اسكندرية مش هيجي القاهرة مش هيسافر خالص ده هيل جدا وده براعم واشبال